وفي الأزمة الروسية الأوكرانية قال وزير الخارجية الروسي سردي لفروف إنه لا توجد عوائق أمام تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية وخلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته لجمهورية القانغو أضاف لفروف أنه لا يوجد في اتفاق الحبوب الذي وقعته روسيا ما يمنعها من مواصلة مهاجمة البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا دع المتحدث باسم رئاسة روسية دمتري بسكوف الأمم المتحدة إلى العمل على إزالة القيود غير المباشرة المفروضة على الحبوب والأسمدة الروسية وتعليقا على الاتفاق الذي وقعته روسيا وأوكرانيا يوم الجمعة الماضي برعاية الأمم المتحدة قال بسكوف إن الجانب الروسي بذل الكثير من الجهود ولكن يجب الانتظار لإعطاء بعض التقييمات حول فاعلية عمل الآليات التي تم توصل إليها نتيجة لهذه الاتفاقيات أعرب وزير النقل الأوكراني عن أمل في تنفيذ اتفاق استئناف صدرات الحبوب من منطقة البحر الأسود هذا الأسبوع بهدف تخفيف نقص الغذاء العالمي وقال وزير النقل الأوكراني خلال مؤتمر صحفي إنه يتطلع أن تكون أولى شحنة للحبوب بموجب الاتفاق من ميناء تشوم تشورمين نورماتسيك يوم الأربعاء كما عبر عن تطلعه لتشغيل مركز الاتصالات والمراقبة هذا الأسبوع أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير قاعدة عسكرية أوكرانية في منطقة غرب كييف وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القاعدة العسكرية الأوكرانية تحتوي على كمية من الذخيرة لصواريخ هيمارس الأمريكية مجهزة لإعادة الشحن موسيقى 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 موسيقى